مفيش اي تلاقط في رأيي ما بين حقيقة ان اسبانيول فريق متواضع وبين حقيقة ان الريال مدريد قدم مباراة ممتازة في رأيي قدام اسبانيول وما فيش اي تلاقط ما بين ان الريال مدريد خرج متعادل صفر صفر امام اسبانيول في الشوت الاول وبين انه في رأيي ده اكتر شوت كان الريال مدريد منساجن فيه من بين كل الاشواط الاولى اللي لعبها هذا الموسم. يعني الاتنين ممكن يحصلوا في نفس الوقت عادي. يعني على سبيل المثال اسبانيول فريق افراده مش مميزين قوي ممكن واحد يغلط غلطة بسيطة لكن الغلطة البسيطة دي ممكن ينتج عنها خطأ كبير لكن انت ازاي تستغل الخطأ الكبير وازاي ان انت تستغل المساعات وازاي ان انت يكون عندك لعيبة بتقدر ان هي تستثمر القصص دي وده كان شيء موجود في الريان مادريد في برات النهاردة رغم ان هو مسجلش في شوط الاول يعني عايز اكتراب معايا كده اسبانيول بيلعب خماسي دفاعي وبيلعب بسلاسة دفاعي وخط وسط منهم جوفري الراجل اللي مراقب بيلنجم مركز مع جوفري كويس الراجل بيلنجم لكن بيبالغ ان يطلع مع بيلنجم رغم ان الراجل ده ممكن يكون بيلنجم تمام لان انت يا جوفري هتسيب المساحة دي كلها فيتحرك فيها فرانجرسية فتحرك ومبالغة في التمركز الغلط خالف رانجرسية ياخد الكرة ويروح مين بقى انت عملت مشكلة بدل ما انت اللي بتقابله هيطلع قلب الدفاع الايمن يطلع يقابله لما يطلع يقابله اللي يحصل يبقى لوحده مع اللاع ده طب هل دي مشكلة مش مشكلة كبيرة لو ما كانش هو اللي استغل بقى المساحة اللي في الظاهرة ده فالراجل هنا مبقاش مركز مع جولر بس لا هو عارف ان مقدر يسبق هنا وبالتالي لما تلعبت الكورة هو بقى الراجل ده محتار يا رائب ولا يا رائب تقدم بابي لان الراجل ده مش حافي يبص فيه ان دلوقتي بصراحة الراجل ده اضطر يطلع عشان جوفري يتأخر ويقابله لانه تمركز بشكل غلط شفت ترتيبة بسيطة وخطأ بسيط في التمركز بيعمل مشكلة لكن ده ما يحصلش الى هو اللي استغلل الفوركرة دي وتحرق بشكل سليم عشان خاطر تتكافئ وتستجيل الكورة والريال مادريد يضيع فرصة خطيرة جدا. الريال مادريد في رأي الشوت الاول كان الاكسر انسجاما طول الموسم لغاية دلوقتي ومش بس عشان مش موجود والكلام يعني اللي ممكن يتقال بعد كده وحنتكلم عبدالنسل جولو وانجيلو دلوقتي لكن عشان انشلوتي حط الحاجة المطلوبة في مكانها المناسب وفكوا من لان انشلوتي في سيء جدا. يعني حطيلي ارد جولير على يمين وبالتالي هتودي رودريجا على الشمال وهتصر ان رودريجا هو اللي يلعب على الشمال عشان خاطر مبابي استمر راس حربة لانو لو خرج من راس حربة وده طعم الجناح الشمال ممكن ييفرش وقول لهم لا انا عايز العب جناح اه مش عايز العب راس حربة فكمل يا بابي في راس الحربة وقد بشكل كويس. فبين النهارده فراي ادي شكل كويس. كان بيستسمر مساحات في ضهر اسبانيول. وكمان في حاجة كانت كويسة النهارده كان بيستسمر المساحات في ضهر خطه وسط اسبانيول. مش في ضهر ادفاع اسبانيول. لانه كان احيانا بتأخر لورا. وفي حالة من الانسجام اللي كانت بينه من رودريجو فراي كانت مشى كويس قوي. ومع بيلنجم كمان. بيلنجم القدر بمستوى جيد في رأيي. وكان صنع العب كويس. وخد حرية كبيرة النهاردة. ما كانتش الريامة دي بيلعب اربعة تلاتة تلاتة النهاردة. زي الريامة دي كان بيلعب اتنين ارتكاز. بالفيردي ومودريتش. اللي ما كانش كان واضح ان عليه ادوار دفاعية كانت واضحة في الشرط الاول على الاقل. وكمان بالتالي اخد فرصة لان هو يتقدم الامام. ويبقى ليدور هجومي اوضح. وكمان مش عليه مجهود دفاعي. يسكل كهله. عشان كده انا شفت تلاتين ديها هيلة بصراحة مريال مديد حتى ولو كان بيضيع فرص حتى ولو كانتش بيسجل. طب ايه اللي حصل بقى في النهايات في اخر عشر ده تقريبا? انشلوتي عاد الى حد ما لانه بد من اردا جولير ورودريجو. فلا الموضوع مش ماشي ان جولير على الشمال مش حيمشي قوي ام رجعهم تاني. وقت كده قم جايب جولير ورودريجو مدخلهم في النص. فبوز الموضوع على وبوز الموضوع على مبابية. هو كان على امل انه يطلع الاطراف تساعد ربع الهجوم فايزة بربع الهجوم يتدربه وتبقى الامور ترجع لفكرة الارتجالية والارتجالية لما بتزيدها لحد ده بتطقيل ضده. لكن كان الانطباع العام ان الريال مدريد قادر يسجل. وبين يوم منكم في رأيي ريال مدريد استحق كراكل الجيزة في شتراوه. الكورة الكبريرة اكتر مرة عمال يلوش بيديتي. لا اللقطة دي ممكن تتحسب ضرب الجيزة. وفي رأيي لو الحكم السياح حسبها هتلاقي الفار يوافق. والنوع ده من اللقطات بتحصل كتير بالمناسبة. كتير ممكن تلاقي الفار لو الحكم ما حسبش الكورة بيعدي الكورة. ولو الحكم حسب الكورة بيوافق برضو الحكم. لان الكورة دي اه حكام بيحسبوها. حكام ما بيحسبوهاش. لكن انا في رأيي دلما انت بتحسبها برا احسبها جوه عادي وما فيش مشكلة. المهم امعلم من الشروط التاني بدأ بمفاجأة من اسبانيول. مفاجأة لان ريال مدريد كان الشروط الاول بيستعيد الكورة بشكل كويس. وبالتالي اسبانيول ما كانش بيخرج الكورة بتدرج ساليس كويس. لكن اخيرا استثمر فكرة بقى خروج الكورة سريعا. وقدر ان هو يلعب في ظهر اللقطة المكان بتاكر بخال. تلاعب كورة طويلة من حارس المارمى بأسهل وابسط حاجة في كورة قدم. حارس مارمى بيبصل الجناح. والجناح او جوفري او اللي راح على الجناح معنى صح يعني. جوفري بلعب الكورة من وضايا صعبة فاذا بكورتوها تخبط فيه في رجله وبتخش ونكتشف ان كورتوها مجرد بشر مش زي ما احنا متخيلين واحد عملية مستحيل ان تتجيب في جوان. لانه اه كورتوها فعلا بقى مستوى بتاع خيالي وبالتالي اللقطات دي ما قدش تحسب منه تقريبا. لكن اسبانيول بيضيع فرصته بعد ما ارتكب نفس الخطأ. لكن قبلها كان فيه خطأ من روميرو روميرو روضو الكورة بشكل مبالغ فيه جدا رجع الكورة كتير قوي عشان بالجام يستعيد الكورة ويلعبها بالحارس جارثية بتعدم تحت رجل وكربخال بيشوحها في الجون ويطلع كل غلو فيها. لكن لقطة روميرو دي تقدر تقول ان هي نتجة في رأي عن الجون بتاع اسبانيول. ومش دي اللقطة بس. اسبانيول بعد الجون بتاعه وبعد الجون ريما دي كان استمر بنفس الوتيرة دي. فريق تحول لأ فريق اكثر ثقة. وثقة في غير محلها. يعني اسبانيول الشوت الاول كان بيلعب على ان انا ايه انا خلاص انا اندردوك طول الوقت. هو اللي عفل شوت تاني اندردوك بس كان في اندردوك بثقة. والثقة احيانا بتعملك مشكلة في ايه? ان انت بتلعب اكبر من قدراتك. وكمان ما بتعملش حسابك للفريق اللي قدامك. فاسبانيول بدأ في شوت التاني بدأ يلعب الكورة شوية. يحاول خروب الكورة بشكل طريقة سالسة شوي. مش بيخلص من الكورة وقت الخطر. لا كورة بتتخطف من اكتر مرة ودفع تمانا غالي بالمناسبة في الكورة بتاعت الهدف التالت. فاكتر من اللقاء حصلت بالشكل ده عكس شوت الاول. لو كان اه في بعض الصغرات. بالعكس الرياما اسبانيول كان في دفاعيا اسوأ في الشوت الاول. لكن في نفس الوقت او انا حادر اقول ان رياما دي كان افضل في الشوت الاول عن بداية الشوت تاني على النص الاول من الشوت تاني في رأيه لو كان اقل فترات رياما ديت في النتيجة من صفر صفر لصفر واحد الى واحد واحد فينسو جونو بيدخل المبرة بيقول انا هنا. مش هتكلم كتير او مش حاضر اتكهن هل انشلوتي كان ما بيلعبش في فينسو جونو عشان يريحه ولا عشان يقرس ودنه ولا عشان ايه بالزبط. مش مهم القصة المهم النتيجة. المهم النتيجة بتقول ان فينسو جونو بيقول لكم لا يا رجال. ما تفكرش كتير يعني انا موجود يعني موجود. وممكن حتى لو كان بيرايح فينسو جونو مش اكتر. ممكن لو الناس موافقاني ما عرفش الناس موافقاني الريمد كان منسجم في الشروط الاول اكتر مش ضروري بسبب القصة دي اللي كان انا في رأي بسبب التمركزات الطبيعية اللي انت شلت روديجو وحطيت فينيسيو عطاكت كان الامور حتمشي بنفس الشكل اللي كان عليه في الشروط الاول بالانسجام والتفاهم والتمركزات الكويسة اوه كمان بصير الضعف المنافس لكن فينيسيو كان بيات على الحبل من الاخر عشان ما حادش يفتح القصة دي ويبدأ يتكلم ان الفريق افضل بدون فينيسيو جونيو ودي كده حاجات بتحصل احيانا مع لعبين كبار احيانا ممكن يكون عليهم العين لما لعب فريق بيلعب ماتش ولا اتنين من غيره بشكل كويس كان للدنيا بتتكلم عنها كده زي ما بلنجا مسلا حصل معاها بالشكل ده اول ما غاب على الاصابة الناس اتكلمت شوية فالكصة دي بتحصل ساعات شطرت اللعيب المهاجم او اللعيب النجم ان هو يقفل بقى يقطع الموضوع من الاول عشان خطر ما يطلعش الكلام كتير وقد كان فعلا بنيسيو جونيور حاجة عظيمة جدا الباصر الخارجية عاد يعملها مليون مرة ما بيسجلهاش فايزا رودريجو ان هو بيتحرك بشكل كويس اوي في دهر دفعه ويقدر يسجل وبعدين قدر يستثمر الخطأ بتاع خطفه الكرة من العيب اسبانيول وسرعة بنيسيو جونيور كبيرة جدا قدر ان هو يعدي ويسجل الهدف اللي كان برضو مهم جدا فايزا بيقحد بيدخل من الشرط تاني بيصنع هدف وبيسجل هدف ومرتاح خالص ومعندوش مشكلة في اللي حصل في ان هو كان قاعد احتاطي سواء لقرحته او سواء بقرار وفرامان من كارلو انشلوتي ما بقى بعد كده بقى كان تاريخ يعني كلمة تحسنها بالانجليزية لذيذة بس الباقي مجرد تاريخ مش لطيفة يعني لكن بالعربي مش بنفس اللي وقع بتاعها بتاع الانجليزية يعني ساعتها برضو تسمى تقول كلمة عربي تبقى حلو قوي تيكي التاريخة انجليزية تلاقيه بايخة برضو فسبح الله يعني لكن اخر ربع ساعة كان سرك مدريدي يعني ريما دي كان واخد بقى راحته في الدنيا الناس خدت رحيتها خالص والحياة ارتاحت وتعشت يعني واللعب بقى تنزل واندريك واحنا عارفين كل ما اندريك ينزل تحس ان في ايه حفلة كده بتحصل يعني واسبانيول فقط التركيز تمام بعد الهدف التالت ومبقاش موجود تاريخ في الوربع بيحاول كده على استحياق بينما ريان مدريد بقى بيتسالة بقى بيحاول يوم تعجم هيرو اللي قضت الشوت الاول كلها عصابها متوترة في رأي اللقطة بتاع ضربة الجزاء اللي انا قلت لكم الريان با دي في رأي ليه ضرب الجزاء شوتها يعني مش عارف بالزبط رأيكم ايه الشوت التاني الكرة دي فيه اواجهات نظر هي الشدة الكبركت من برة بس هي كملت جوه الناس بتجيب لقطة للشدة من برة بس ما بيتكملش الفيديو فلما تكمل الفيديو شوف فيه حتة صغيرة ايدي جوه بس الايد بقى ساعتها محوطة بس ولا شدة لكن انا بشوف انو الحديث عنها باكتر من انا بتطغيط عليها عشان بس نسكده لكن انا في صراحة انا بتكلم عن التحكيم كتير اه لكن يعني اللي يهمينا التكلم عن التحكيم وقت ما يكون لحاجة حساسة يعني في المباريات او حاجة فاصلة فلما انهم نتكلف اه لقطة في جون الرابع يعني داي خيابة زي ما يقول يعني في النهاية الرياما ديت انا في رأيه استحق الفوز مش حاول ان الرياما ديت تحول مسلا اداءه بعد دخل في جونفة شد حيله لا الرياما ديت كان بيسع من البداية واعتقد كان ممكن جدا يسجب شوتر او كان ممكن يخلص الامور بدل ما الدنيا تتوتر شوية خاصة بعد الهاتف اسمانيون لكن الفناية ده بتحصل في الكرة وده شيء وارد وممكن يحصل في النهاية هو ثلاث مقاط مهمة لرياما ديت وان هو يستمر عليها خاصة بعد الاداء اللي في رأيه كان سيئة انا اعملت فيديو ولا لا والله ما انا فاكر اعملت فيديو ولا لا على المباراة دي لكن في الرياما المدريد في المباراة دي كان سيئة فعلا ده مش تتوتر اعتقد اعتقد اتكلمت انا عملت فيديو لكن النهاردة انا في رأيه الصورة افضل كتير مقارنة مع فارق طبعا اللي احنا ما ننسهوش ان فارق المنافس بيفرق كتير لكن الفوز هو ام مشيئة في الوقت الحالي لرياما دريد كان معكم احمد عطا واتمنى انتم دايما تشتركوا في القناة لو ما كنتش مشتركين لو اي فيديو عجبكم الفيديوهات تدسوا لايك عليها ده اعمل للقناة عشان خاطر نتطور مع بعض ونستمتعهم اصابكم على الخير مع السلام